وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لجميع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراصخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راصخة وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سهاد أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تحقق الحلم الكبير للوطن وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراصخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راصخة السيدات والسادة أهلنا الكرام في سعيدنا الطيب إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معاً تلك الإنجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعاً ملموساً على الأرض وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافياً ومتكاملة قطاعياً وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل